وسائل التواصل الاجتماعي بتكون في بعض الأحيان بتكون ضغوط أكتر على المنتخب المصري من خلال آه بنحترم طبعا المنتخب المغربي والجزائري بنحترم كل المنتخبات لكن في وقت من الأقوات بتحس أن السوشيال ميديا واخدى طريق كده وطلع بشوية يعني كوميكس لأ لو قابلنا دوت يبقى طريقنا يعني الحاجات دي في اعتقاد الشخص أنه لازم جماهير مصر كلها كل الجماهير المصرية في الوقت ده إن شاء الله تكون سوبرت المنتخبنا سوبرت بالإيجابيات عندنا لسه بطولة أفريقيا عندنا كاس العرب عندنا لسه مشوار إن شاء الله بإذن الله للوصول لشهر مارس لازم يكون كل الدفعة وده اللي حصل في أنا كنت عايش القصة دي في سنة تسعة وتمانين ووصولنا أمام الجزائر ومنتخب الجزائر كان منتخب مرعب في هذا الوقت يمكن اللي حصل خلال قبل هذه المباراة الجزائر ذهابا وعودة كان تلاحم جماهيري كبير جدا جدا ما كانش فيه السوشيال ميديا اللي ممكن تصدر أو بعض الناس تصدر بعض الإحباط لمنتخبنا حتى لو كان على مستوى الفنيات ممكن تكون بعض المنتخبات في مستوى فني أكبر لكن دايما منتخب مصر وروح فنلة مصر وولاد مصر لما بيركزوا ده يمكن بيتفوقوا على فنيات فعايزين نقرر إن شاء الله هذه التجربة تجربة ما قبل مباراة الجزائر سنة تسعة وتمانين ووصولنا لكاس العالم في مشهر أكثر من رائع نقرر دوت من خلال الفترة اللي جاي عندنا إن شاء الله لغاية قبل مارس عندنا لسه حوالي خمس شهور لازم كل الدعم لمنتخبنا لسوبرت المدير الفني سوبرت اللعبتنا أيا كان الاختيارات أيا كان طريقة اللعب لازم نصدر للعبتنا ومنتخبنا إن دوت حلم إن شاء الله نحققه من خلال التصفيات أيا كان المنافس مين فضل محمد يعني حابين برضو أن نوضح نقطتين مهمين النقطة الأولى بنتكلم على العشر فرق الموجودين لو حنقيمهم من ناحية الفنية في الوضع الحالي حنقيمهم أيضا من ناحية الأرقام والإحصايات والتاريخ والبطولات ووضع كل منتخب ما بين العشر فرق أو عشر منتخبات زي ما قلنا هم الأقوى هم يستحقوا الوصول لهذه المرحلة نحن نتكلم في التصنيف الثاني من وجهة نظري لو أنت بصيت من ناحية الأرقام والإحصايات فهو الأقوى يعني هو يعتبر الأقوى من التصنيف الأول على مدار التاريخ من تحقيق مبدئيا الفريق الكاميروني على سبيل المثال هو أكتر منتخب صعد لكاس العالم تقريبا يعني سبع مرات في تاريخه صعود لكاس العالم ثم يأتي بعد ذلك الفريق طبعا نتكلم فيه بعد الكاميرون معنا غانا غانا صعدت كاس العالم مرات بذلك أنا أتكلم على التصنيف الثاني دلوقتي وحابب أوضح الخمس فرة في التصنيف الثاني على مدار التاريخ من ناحية صعودهم عدد مرات صعودهم لكاس العالم وخبراتهم في إنهاء مثل هذه الأدوار وعلى مدار قوتهم في المطولة الأفريقية يعني منتخب الكاميرون زي ما قلنا صعد كاس عالم سبع مرات وحقق بطولة أمم أفريقيا خمس مرات أنه تبص على منتخب غانا صعد كاس عالم ثلاث مرات وحقق برضو بطولة كاس أمم أفريقيا أربع مرات لو بصينا على منتخبنا منتخب مصر طبعا أكتر فريق حقق بطولة أمم أفريقيا في الكارة يعني تقريبا خمس مرات وصعد لكاس عالم ثلاث مرات في تاريخه هل نتكلم بعد كده على عندنا الكنغو ومالي ما صعدوش كاس عالم في تاريخهم خالص ولكن قد يكون هم الأضعف من ناحية الأرقام والإحصائيات في الخمس فرق في التصنيف من الأضعف على مستوى الأرقام بالتبعية الأضعف على مستوى الفني بالزبط عشان كده هل نريد أن نتكلم على التصنيف الأول يعني نمسك منتخب الجزائر طبعا منتخب الجزائر زي ما كلنا عارفين هو بطل أفريقيا 2019 منتخب الجزائر صعد كاس عالم في تاريخه كله أربع مرات حصل على بطولة أمم أفريقيا مرتين لو هنتكلم على نيجيريا نيجيريا نفس الكلام نيجيريا بطلت كاس أمم أفريقيا ثلاث مرات وصعدت كاس عالم ست مرات هي تاني أقوى فريق أو تاني أقصى فريق سعودا لكاس العالم بعد الكاميرو لو نتكلم على نيجيريا والجزائر لو نتكلم على تونس والمغرب والسنغال هنبدأ بتونس تونس طبعا بطلة أفريقيا هي مرة واحدة في تاريخها ولكن صعد الكاس عالم خمس مرات نفس الكلام المغرب صعد كاس عالم خمس مرات وكان بطل أفريقيا برضو مرة واحدة في تاريخه يعني الأرقام هنا بتوضح قوة الفرق دي في صعودها الكاس العالم نتكلم في التصنيف الأول جزائر تونس مغرب سنغال ونيجيريا أكتر فريق فيهم صعد لنهاية كاس العالم هو نيجيريا ست مرات ثم يأتي المغرب وتونس خمس مرات ثم يأتي الجزائر أربع مرات وتأتي السنغال مرتين فإحنا هنا الإجابة قد تأتي لو إحنا بتكلم من التاريخ والأرقام هنا بنبص لأ عندك الكاميرون في التصنيف الثاني من ناحية بطل أفريقيا ومن ناحية صعودها لكاس العالم عدم مرات صعودها كاس العالم يعتبر هي الأقوى منتخب مصر نفس الكلام منتخب نيجيريا أيضا تتمنى نقابل مين؟ خلينا جاوب السؤال ده بالتقييم الفني للفرق في الوضع الحالي وخصوصا بعد التصفيات لانتهاء من الست جولات نتكلم عن منتخب الجزائر طبعا منتخب الجزائر هو يعتبر من وجه التنظري ومن ناحية الفنيه هو أقوى منتخب عربي وفريقي جوه الكارة في الوقت الحالي لو نظرنا بالأرقام والحصيات هو أقوى خط هجوم 25 هدف يعني معدل أربع هدف في الست مباريات بيمتلك خط هجوم قوي جدا بو نجاح وإسلام سلماني دايما بيعتمد عليهم جمال بالماضي المدرب الجزائري كاثنين سترايكر بيلعب في معظم الأوقات أربعة أربعة أتنين دايما يعني قلنا بو نجاح محطوط على قائمة تشافي في برشلونة دلوقت بيطالب الإدارة عندهم نجوم كبيرة جدا لكن كمان عندهم قوة هجومية كبيرة ولكن الشاق الدفاعي لحد ما فيه بعض الاهتزاز شوية